تايم عودناكم في رقم 10 احنا بنحب نبص برا بنحب نشوف الناس بتعمل ايه برا مش عيب مش عيب الناس اللي متقدمة في الكورة واللي خدوا خطوات ابعد مننا شوية في الكورة نسمع منهم هم بيشتغلوا ازاي نشوف معاهم هم بيشتغلوا ازاي عشان كده النهاردة وهبدأ بيها حلقتي معانا مداخلة في منتهى الاهمية اول مرة على شاشة مصرية هيكون معانا واحد من اصحاب القرار المهمين في واحد من اهم دوريات العالم دلوقتي هيبقى معايا اندريا باتي رئيس لجنة المسابقات الحالي برابطة الدوري الايطالي يا فندم مساء الخير حضرتك مشرف ومنور سعداء بيك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا كثيرا اني سعيد ومبسوط جدا بهذه الدعوة الجميلة شرف لنا كبير وعايز اقول لحضرتك ان الشعب المصري كله الجمهور المصري كله يعشق الكرة الايطالية وسعيد بعودة الكرة الايطالية كدوري روايدا روايدا للاجواء وللصورة مرة اخرى واضح ان فيه شغل كبير جدا بيتعامل الفترات الاخيرة بكل تأكيد هذا الدوري الايطالي هو على المستوى العالمي لديه لعيبة كبار يأتون عند الدوري الايطالي يكونون يشكلون دوري ايطالي كوي جدا والدوري الاوروبي ايضا ولكن روما استطعت ان تكسب السندة الاخيرة في الكوباليك والجميع يكون واسق ان يرجع مرة اخرى بالتحدي وبالباقي المسابقات الاوروبية شيء مهم جدا ايضا فوز اسي ميلاند هذا العام بيئة الدوري الايطالي قبل انتر كمان فاز بالدوري الايطالي بعد سنوات كان احتكار واضح ليوفينتوس هذا دليل على عودة قوة المنفسة في الدوري الايطالي انا اعتقد بكل تأكيد ان هذه اللحظة في ايطاليا يوجد كثير من الفرق المحاربة القوية ازهروا الدوري الايطالي بقوة وبشدة كبيرة حربوا حتى اليوم الاخير في هذا الدوري الايطالي اليوفي سوف يكون لديه الاصلحة القوية في الموسم القادم لا يريد ان يفعل مثل ما فعل هذا السنة ونستطيع ان ننسى نابلو والاتسيو وروما الفرونتيرا والاتلانتا انهم فرق قوية وايجابية جدا ولايها درجة عالية جدا للمحاربة داخل جميع الاندية القوية ننتظر العام القادم جميع الفرق تكون بقوة شديدة جدا اشتركوا في القناة